السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم من جديد مع قناة بيتك معرنا انهار ده نتكلم معاكم عن تلاجة فرش اللي احنا شايفينها دي قدامنا التلاجة الموديل بتاعها FNTP370 ده عشان لو عايز تشتريها اونلاين او لو عايز تشوفي عنها معلومات اكتر اونلاين طبعا التلاجة نوفروست ومعظم الاجهة دلوقتي بقيت نوفروست مفيش حد دلوقتي بيشتري الفروست كمان حتى لو فيه فرق في السعر طبعا النوفروست بيريح جدا بالنسبة لي هو بيقول اني عندي عشر سنين ضمان توتال نوفروست علشان بيقولك ان التلاجة والفريزر الاثنين بيكونوا نوفروست LG كومبريسور ده الطفرة اللي حصلت في الصناعة بتاعت فريش ان هي بيت بتستخدم اهم جزء او اللي هو المواتير اللي هو اهم جزء في الجهاز الكهربائي بيت بتجيبه من LG واحنا عارفين ان LG ديت من افضل الصناعات اللي في مصر في الاجهزة الكهربائية وبالتالي لما فريش تيجي تستخدم الكمبريسور من LG ده معناها طفرة عالية وكمان معناها جودة عالية جدا ولذلك فريش بدت ان هي تتصدر في الاجهزة وبدت انها تقبل عليها لان كمان سعرها بيعتبر مش عالي قوي بالنسبة للخصائص اهم ثلاث خصائص بتقدمها لي ان الطعامك دايما طازج اضاءة لد قوية وموازن الرطوبة اللي بيحفظ لي الخضروات طازجة وده كله علشان الخضروات او الاكل مش هيبوز بسرعة الفكهة او الخضار مش هيتبل بسرعة هيفضل محتفظ بريحته وبشكله وانه هو طازج زي ما كان لفترة اطول بالنسبة للفريزر عندي المالتي ايرفلو ده الفتحات بتاعت التهوية علشان يحفظ لي التهوية ودرجة الحرارة متوازنة في كل اجزاء الفريزر الده مؤشر ضبط درجة حرارة الفريزر وبالنسبة لي هو بيديني ازاي انا اصبطه الورقة دي اعتمهمة جدا جدا المالزوقة بتقولي بالنسبة بوزبط درجة حرارة الفريزر او التلاجة على انه درجة طبقا للفصل اللي انا فيه يعني لو انا في فصل الصيف يبقى دي درجة حرارة الفريزر هزبط المؤشر على اول حاجة وبالنسبة للتلاجة هزبطه بالشكل ده يعني طبعا فيه مؤشر الفريزر ومؤشر للتلاجة في نفس الكلام لو الجو مثلا معتدل هزبط ده كده وده كده هزبط لو في الشتاء هيبقى ده بالشكل ده وده بالشكل ده مهمة جدا الحاجات دي بتأثر على استهلاكك للكهرباء وكمان بتأثر على العمر الافتراضي للجهاز لو فتحنا التلاجة هنلاقي ان ده المؤشر بتاع ضبط درجة حرارة التلاجة والفلتر الايوني اللي هو بتوفره في رش دلوقتي في معظم الاجهزة بتاعتها دي حجم التلاجة وشكلها من جوة وبيكون الارفف بتاعتها زجاج مقاوم للكسر ومش بتكون تقيلة اوي دي تعتبر برضو يعني ميزة حلوة وعندي درج للخضار ده هو ده اللي بيوفر لي الخاصية انه هيكون موزن للرطوبة علشان احط فيه الخضار والحاجات بتاعتي والفاكهة والكلام ده علشان ما تتأثرش وتبوز او تتبل او شكلها يتغير بسرعة ده حجم التلاجة وشكلها من جوة وده الفلتر اللي احنا قلنا عليه كده انا قلت لكم كل الخصائص الجديدة اللي في التلاجة ويرب تكون الحلقة عجبتكم وما طولتش عليكم ويا جماعة كترولنا من اللايك والشير كترولنا من اللايك والشير جعمل لكم زي رامس جلال ويا رب كترولنا من اللايك والشير شير يا جماعة عشان الكل يستفيدوا عشان القناة تكبر بيكم وعلشان نقدر ان احنا نوفر لكم فيديوهات اكتر كانت معكم رانا قناة بيتك مع رانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة